موسيقى اهلا بكم الى المسائية من الميادين وفي ملفيها لهذه الليلة موسيقى قمة جينيا تعمق لانقسامات العربية وتفرز محاورة جديدة بين الاشقاء هل ينقسم العرب الى تكتلات اقليمية السيسي يؤكد دعم بلاده الجيوش الوطنية في سوريا والعراق وليبيا ضد الارهاب هل يسهم هذا الموقف في معالجة ازمات المنطقة الهواتف الذكية في قبضة الخرق الاسرائيلي ماذا عن امن الدول العربية ومجتمعاتها موسيقى مساء الخير مزيد من الانقسامات تسجلها الدول العربية في مواقفها وخياراتها من القضايا التي تصيب خارطتها من المغرب الى المشرك العنوان هذه المرة هو ازمة الصحراء الغربية وجبات البوليساريو وحضور اعلمها في القمة العربية الافريقية في ملابوب جينيا الاستوائية سبع دول عربية ايدت موقف المغرب بالانسحاب من القمة اثر رفع علم البوليساريو على طاولتها فهل بات الانقسام العربي واقعا لا يمكن تجاوزه وانما يؤسس لتكتلات سياسية عربية واقليمية وهل تجاوز العرب بعد الانقسام على سوريا امكانية الاحتكام الى مثاق جامعتهم وما ظهر من انقسام في جينيا يتزامن ايضا مع موقف جديد لمصر من الازمة السورية وقد يكون الموقف موقف الرئيس تحديدا رئيس السيسي بدعم الجيوش الوطنية في سوريا والعراق وليبيا ضد الارهاب مؤشرا على حسم الخيارات المصرية في المنطقة فهل يؤسس هذا الموقف ايضا لامكانية المساهمة في حل الازمات هذا اذا ما سنحاول اجابة عليه في المحور الاول من المسائية لهذه الليلة اما في المحور الثاني فنتابع مخاطر التغلغ للاسرائيلي في حياة الناس وخصوصياتهم من خلال تطور التكنولوجي وما كشفته شركة اسرائيلية عن قدرتها على خرق مختلف انواع الهواتف الذكية يؤكد ذلك ويدفع بالطبع الى التساؤل ماذا عن الامن العربي وامن المجتمعات العربية ولكن قبل ان ندخل في تفاصيل هذين الملفين نذهب بداية الى مجزن لاهم الاخبار مساء الخير اكد الناطق باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسين للميادين انجاز عملية الربط العسكري بين تلعفر ومطار سنجار الحجد الشعبي كان بدوره قد اعلن ان قواته وصلت الى قضاء سنجار بعد قطع الموصل عن بقية مدن العراق وعن سوريا بالكامل وقطعت قوات الحجد طريقة لعفر سنجار والتقت مع قوات البشمرقة عند منطقة سينو اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الهدنة الانسانية غير المحضر لها في سوريا سيستغلها الارهابيون مجددا لاستعادة الاحتياطات واستمرار الهجمات الناطق باسم الوزارة ايغور كوناشينكو قال ان استئناف الهدن في حلب ممكن بعد الحصول على ضمانات قوية من الامم المتحدة لوقف المسلحين اطلاق النار كوناشينكو اوضح ان الهدف الرئيسي من الهدنة هو تقديم مساعدة حقيقية للسكان الذين يحتجزهم الارهابيون دروعا بشرية على حد تعبيره حذر مدير قسم التوثيق في منظمة حضر الاسلحة الكيميائية التابعة للامم المتحدة من احتمال ان يشن مسلح تنظيم داعش العائدون من سوريا الى بلادهم هجمات باستخدام غاز الخردل بعدما تعلموا كيفية استخدام هذه المادة في مناطق القتال المسؤول الدولي رأى في خلال مؤتمر دفاعي يعقد في باريس ان هذا التحدي يعد احد المخاطر التي ينبغي مواجهتها وتوفير اسلوب التعامل المناسب معها دانت الامم المتحدة قرار اسرائيل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية واقرت لجنة التخطيط والبناء الاسرائيلية خططا لبناء خمسمائة وحدة استيطانية في حي رمت شلوم شرقية القدس المحتلة وتعد هذه اول خطوة لزيادة الاستيطان منذ فوز دونالد ترامب برئاسة الامريكية بحسب ما اعلنت منظمة غير حكومية ومناهضة للاستيطان اكد رئيس روسي فلاديمير بوتين ان قرار البرلمان الاوروبي بشأن مواجهة وسائل الاعلام الروسية دليل على سقوط سياسيا في فهم الديمقراطية في المجتمعات الغربية معذبا عن اماله في ان لا تفرض قيود حقيقية على عمل وسائل الاعلام الروسية طالما تعلمنا عن الديمقراطية من الجميع وسامعنا دائما منهم ان الحظر هو الوسيلة الاسوأ للتعامل مع المعارضين هذا لا يتلاءم مع اسس الديمقراطية وقيمها اذا اتخذ قرار مواجهة وسائل الاعلام فاننا نشهد سقوطا سياسيا لفكرة الديمقراطية في المجتمعات الغربية وعلى مستوى البرلمان الاوروبي ولكني امل ان لا يحصل ذلك واريد ان اهنئ ممثلي وسائل الاعلام لدينا والصحفيين الذين يقومون بعمل فعال جدا ومثمر ما دفع السلطات الاوروبية الى اتخاذ هكذا قرار خدام المجز عودة لمتابعة ملفات المسائية مع لانا شكرا لك وفا اذا انسحاب المملكة المغربية ومعها عدد من الدول العربية من مؤتمر القمة الافريقية العربية في جينيا الاستوائية طغى على اعمال هذه القمة فبينما لقي المغرب دعما من دول عديدة ارتأت دول عربية اخرى استمرار المشاركة في اطلاق مواقف داعمة للمغرب بشأن قضية الصحراء محمد محسن محاولات التسوية حول حضور وفدا من جبهة البوليساريو في القمة العربية الافريقية في غينيا الاستوائية فشلت ما دفع المغرب الى الانسحاب من اعمال القمة احتجاجا على وجود شعر كيان وهمي في قاعات الاجتماع وفق ما نقلت وكالة الانباء المغربية عن وزارة الخارجية القرار المغربي بالانسحاب تلقى داما بقرار مماثل من دول عربية ابرزها السعودية اضافة الى الامارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان والاردن واليمن والصومال مصر التي اختارت عدم الانسحاب اكدت بلسان المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف ان حرصها على المشاركة في القمة ينطلق من مسؤوليتها الخاصة كدولة عربية افريقية لكن الابرز في تصريحه ان مصر لا تعترف بالجمهورية الصحراوية وهو موقف رأى مراقبون انه يصب في خانة دعم الموقف المغربي وفيما يبدو انه جهود الفرصة الاخيرة لحل هذه الازمة تأسرعت الاتصالات والتحركات التي قادها ممثلون عن الدول الافريقية لبحث الخلاف الناشئ مع الدول العربية ومعالجة هذا الخلاف المستجد والذي قد على الاعمال بتعزيز العلاقات العربية الافريقية من جراء هذا الانقسام على الساحة العربية نناقش هذا الموضوع حيث ينضم الينا هنا في الاستوديو استاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية والخبير في الشؤون الإقليمية دكتور طالع العطيسي اهلا بك وأيضا من لندن معنا رئيس تحريج جريدات رأي اليوم الإلكترونية أستاذ عبدالباري عطوان أهلا بك أستاذ عبدالباري وسأبدأ معك دكتور عطريسي في الواقع هذا الموضوع ليس لديه جانب واحد يتعلق بقضية الصحراء بحد ذاتها يعني إنما يكتسب أهمية وأبعاد أخرى خصوصا أن الموقف المصري برز أكثر البعد العربي لذلك لكن فلنبدأ من مسألة الصحراء كان طبيعيا انسحاب المغرب وكان طبيعيا أن يكون هناك تضامن قبل مجموعة من الدول العربية معه يعني الاتحاد الأفريقي اليوم يعني يشبه إلى حد ما جامع الدول العربية خصوصا أنه جزء من مكوناته هي دول عربية أيضا نعم يعني ليس هناك قدرة على حل المشكلات التي يعيشها الاتحاد يعني مشكلة السودان مشكلة دهرفور مشكلة السومال ومشكلة الصحراء منذ سنوات طويلة وشفنا السودان يعني انقسم والاتحاد لم يستطع أن يجد حل لوحدة السودان ولمشكلة السودان فلهذا السبب ليس مستغرب أن يحصل ما حصل وأن يستمر الخلاف حول الموقف من الصحراء كيف نتعامل مع قضية الصحراء يبقى بعض الرؤساء يخرج بعض الرؤساء هذا يعني أنه أولا ما فيه تنصيق مسبق للاتفاق على هل يحضر البوليساريو أو لا يحضر البوليساريو هذا يعني أنه فيه عجز عن إدارة ملفات الخلاف بداخل الاتحاد وفيه عدم تنصيق حتى عربي لأنه مفترض العربي يكون عندهم حتى موقف موحد ويكون موقف قوي موقف الجامعة العربية بما أن الجامعة العربية تعاني من هذه أعراض الضعف وعدم القدرة حتى على قيادة الحركة السياسية العربية وعدم القدرة على حل مشكلاتها وشفنا كيف تعاملت مع الملف السوري فهذا الأمر من شوفه برأيي يعني هو موازي تقريبا لطريقة إدارة الخلافات والمشكلات العربية ومن شوفه الاتحاد الأفريقي لا يلعب الدور الذي يفترض أن يلعبه على مستوى أفريقيا أو على مستوى المشكلات التي هي مشتركة عربية أفريقية سيد عبد الباري توافق على هذه المسألة ولماذا استفزاز المغرب بهذه القضية من قبل الاتحاد الأفريقي في هذه القمة وفعلا حصل هناك سوء تنصيق أو خطأ غير مقصود أو مقصود أو هو خطأ أم ليس خطأا يعني كيف تفسر كل هذه الأزمة بتمثيل البوليساريو يعني دعيني أقول بداية أنه لا يوجد عرب بالمعنى المتفاهم عليه والمعروف يعني هناك عدة عربان وليس عرب واحد حتى لا يوجد التوصيف الذي تعودنا عليه ربما لأكثر من مئة عام فقط لكي نعرف المسألة العرب هل تسمعوني؟ نعم نعم أنا أسمعك ولا أدري إذا كنت تسمعوني الآن لنعرف مسألة العربية نحن نتحدث عن جامعة الدول العربية التي يفترض أن لديها موقف موحد سياسي يعني تتخذه كل الدول العربية هذا هو المفهوم يعني لا يعني هي جامعة الدول العربية تقريبا انتهت يعني هذه الجامعة لم تعد موجودة لم تعد يعني عنوانا للتنسيق العربي يعني لاحظنا هذا الكلام في قمة آخر قمة عربية اللي عقدت في نواخ شوط يعني كان التمثيل متدني جدا عقدت في لمدة ساعات معدودة وحتى بعض الناس لم يناموا تلك الليلة في نواخ شوط فالجامعة بالصورة الرومانسية التي كنا نعرفها لم تعد موجودة أيضا اللي هو تنسيق عربي لم يعد موجود على الإطلاق هناك انقسامات عربية واضحة جدا هذه انقسامات في الملف السوري انقسامات في الملف اليمنى انقسامات في الملف العراقي انقسامات في الملف الآن المغربي يعني هناك مواقف واضحة جدا ومتنافرة ومتحاربة في نفس الوقت فهذا ما قصدت أقوله النقطة الأخرى يعني اللي تفضل فيه دكتور طلال يعني أنا بعتقد أنه يعني الاتحاد الافريقي وانا كنت في ندول الاتحاد الافريقي في ناميبيا في ويندهوب الاتحاد الافريقي متماسك جدا ومتطور جدا وهناك مؤسسات وهناك think tanks وهناك يعني خبراء حقيقيين يعني وهناك انسجام بين معظم الدول الافريقية اللي ما كن كلها أين المشكلة؟ المشكلة فينا نحن العرب نحن صدرنا خلافاتنا وأزماتنا إلى الاتحاد الافريقي ما حدث في غينيا بيساو هذا فضيحة للعرب حقيقة لا يلام عليها الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي يعني هناك ثلاث اجتماعات للقمة العربية الافريقية قبل هذا الاجتماع لم تحدث هذه الفضيحة على الإطلاق هذا الانقسام العربي المخجل لم يكن في أي من هذه المؤتمرات السابقة حتى قضية السودان يعني هذه قضية عربية بالدرجة أولى فشل العرب فيها وليس الأفارقة هو الذي يجب أن نوجه اللوم إليه فهي مسأل يعني لماذا نصدر خلافاتنا وانقساماتنا بهذه الصورة المخجلة إلى حلفاء طبيعيين لنا كعرب اللي هي هذه القارة الافريقية التي وقفت دائما مع قضايانا يعني هذه نقطة جوهرية وأساسية يعني الانسحاب طب لماذا لم يتم التفاهم الآن يا سيدتي يا ستلانا خلينا نكون صريحين الآن في نادي الملكيات العربية هذه الملكيات العربية شكلت تحالف فيما بينها واستثنت الآخرين جميعا وألحقوا بهذا التحالف اللي هي قطعة من اليمن يعني لن نعرف إلى مدى شرعيتها وأيضا الصومال لأنهم يعرفوا أن الصومال ربما بحاجة إلى مساعدات لا لإكثار العدد لكن هذه الأندية الملكية العربية من دول التعاون الخليجي الست بالإضافة إليها الأردن والمغرب هذا أصبح تكتل يتصرف بنفسه ينسق فيما بينه ويترك الآخرين إلى الجحيم هذه هي الحقيقة التي يجب علينا أن نسلم فيها يعني المشكلة طب الآن أنا بسأل سؤال طيب الآن نحن نعرف العاهل المغربي يعني يطوف في جميع العواصم الأفريقية لأجل تأييد موقف المغرب هنا أؤيد هذا الموقف للعودة إلى الاتحاد الإفريقي كان في أثيوبيا كان في كل الدول الإفريقية طيب الآن الاتحاد الإفريقي يعترف في الجمهورية الصحراوية كعضو دائم العضوية في هذا الاتحاد كيف سيكون الحال هل سيقاطع المغرب مثلا اجتماعات الاتحاد الإفريقي في المستقبل مثلا لوجود الدولة الوهمية حسب بيان وزاة الخارجية هذا سؤال مهم جدا طيب إذا كانت المغرب قاطع الاتحاد الإفريقي لوجود هذه الدولة الوهمية أو لوجود البوليزاريو كدولة معترف بها في الاتحاد الإفريقي طيب ماذا سيفعل بعد ذلك هل سيعود المغرب هل سينسحب المغرب يعني فيه عندنا مشكلة كبيرة جدا يعني كعرب حقيقة يعني يجب أن نلوم أنفسنا لأنه إحنا أفسدنا الجامعة العربية وأفسدنا الآن القارة الإفريقية وسنفسد القارة الآسيوية لأنه بسبب خلافاتنا وعنطزتنا وغرورنا وتصرفاتنا السيئة جدا حقيقة هذا ما قصدت عندما قلت هناك إعراب وليس هناك عرب هذه المشكلة طيب الآن مصر حضرت قبل أن نتحدث عن مصر أو نلعترف بالبوليزاريو لكن الجمهورية الصحراوية أو البوليزاريو هذه معترف فيها تعضو دائم العضوية في منظمة أو اتحاد الإفريقي ماذا نفعل يعني هذه المشكلة يعني فعلا يجب أن يسوي العرب خلافاتهم أو ينسقوا لكن للأسف لا يوجد عرب أستاذ عبدالباري عفوا فقط يعني كي لا نتحدث عن كل مواضيع في أول دقائق يعني من النشرة سنتحدث كثيرا عن الموقف المصري لأنه ملفت خصوصا توضيح من قبل رئاسة الجمهورية الذي صدر اليوم ولكن يجب أن نبحث أكثر في خلفيات انسحاب المغرب من قمة جينيا وهل المسألة أبعد من جبهة البوليزاريو إلى الانقسام العالبي برمته وأعتقد أنكم توافقون على هذه النقطة صورة أخرى من الصور الكثيرة في هذه الأيام للانقسام العربي فانسحاب سبع دول عربية تضامنا مع انسحاب المغرب من قمة الدول العربية الإفريقية الرابعة يحمل دلالات تتجاوز التعاون الاقتصادي عنوان القمة وأبعد أيضا من جبهة البوليزاريو وجهة الخلاف الصارخ بين المغرب والجزائر المغرب استفزه هذا الحضور والمفارقة أن قرار المغرب بالانسحاب يأتي بعد أسبيع من إعلان عزمه الانضمام مجددا إلى الاتحاد الإفريقي فهو كان قد انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية عام 1984 لاعترافها آنذاك باستقلال الصحراء الغربية الدلالات تكمن في من لم ينسحب من القمة في مقدم هؤلاء مصر التي حرصت على الإعلان رسميا أنها لا تعترف بالجمهورية الصحراوية لكن التصريح الصادم بالنسبة لكثيرين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء ليدل على إعادة التموضع السياسي إذا جاز الوصف التي تطرأ على الموقف المصري فيما يتعلق بملفات المنطقة فأن يقول الرجل إنه يدعم الجيوش الوطنية في كل من سوريا والعراق وليبيا هذا يعني سوريا أنه ضد كل من يحارب الجيش السوري من الجماعات المسلحة على أنواعها ومن ضمنها المدعومة من بعض دول الخليج والمصنفة بالمعتدلة وقوله أيضا إنه يحترم إرادة الشعب السوري ويؤيد إيجاد حل سياسي للأزمة السورية فهذا يناقض كل أدبيات بعض دول الخليج فيما يتعلق بهذه الأزمة كل هذا يضاف إلى العلاقة الفاترة حاليا بين مصر والسعودية والتي شكلت سوريا إحدى خلفياتها تكتل عدد من الدول العربية ضد البوليساريو قد يكون رسالة في الأساس إلى الجزائر ثمت من يستحطر في هذا الإطار كلما كتب وتردد في الجزائر عن المؤامرة ضد الأمن القومي الجزائري تخطط لها دول غربية وإسرائيل في صلبها حتى أن مسؤولين جزائريين قالوا في فترة سابقة إن انخفاض أسعار النفط إنما هو مؤامرة من الغرب تنفذها السعودية بهدف تركيع خمس دول هي الجزائر وإيران وروسيا ونيجيريا وفنزولا فإلى أي مدى تلامس هذه المقاربات الواقع العربية والجزائرية معا إذن الانسحاب لا يتعلق فقط بإذن مسألة الصحراء الغربية هو لديها أبعاد أخرى خصوصا إذا ما قرأنا أسماء الدول التي انسحبت سعودية الإمارات البحرية قطر الأردن اليمن والصومال إضافة طبعا للمغرب هل نحن أمام تشكل محاور عربية أو تحالفات عربية جديدة انتلاقا من هذه الحادثة ومن طبعا مؤشرات أخرى أهمها الموقف المصري نعم صحيح أولا يعني الإنسان يسأل ألم يكن معلوما أنه بوليساريو مدعوبين إلى المشاركة في هذه القمة يعني إما أنه المغرب لم يكن لديه علم وفوجئ وهذا أيضا خلاف التنسيق والعمل لإنجاح القمة الملك المغربي منذ أشهر ويسعى إلى المغرب وضح في هذه النقطة أن الدولة المضيفة يعني جينيا الاستوائية لم تدعو البوليساريو يعني هذا ما قالوه المغاربة ولكن يبدو أن الدعوة وصلت معنا ذلك في قوى أخرى عم تشتغل طبعا هي التهمة ستوجه إلى الجزائر باعتبار جزائر تدعم البوليساريو لكن أنا بأعتقد كل رغبة المغرب بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي هو لمحاصرة مسألة البوليساريو وعدم تحولها إلى دولة اعتراف حقيقي فيها على كل المستويت لأن الاعتراف فيها صار متقدم هو التحرك دولي أصلا ايه ففي كل المناخ ذاهب باتجاه تكريس البوليساريو وتكريس الصحراء كيان مستقل فالمغرب وعمل رسالة طويلة نشرت الملك للعودة إلى الاتحاد ليس لمواجهة الصحراء بالعنوان أنه للعودة إلى جزوره الأفريقية لكن في الحقيقة هو لمحاصرة مشروع الصحراء الغربي السؤال أنه طيب لماذا تبقى مصر هذا يكشف أنه مصر ليست على نفس المسار الخليجي السعودي في التنسيق ليس فقط في هذه القضية ولكن في قضايا أخرى مثل الموقف في سوريا وأيضاً مصر قد يكون لديها حتى حسابات أفريقية لأنه عندها مشكلة مع أثيوبيا في سد النهضة ويمكن بقاءة قد يكون كمان رسالة أنه نحن لا مستعدين للحوار والتفاهم مع الأفارقة ومع أثيوبيا وأنه موقفنا يختلف عن موقف دول الخليج طبعاً مصر لا تؤيد يعني كيان صحراوي جديد مستقل بقاءة لا يعني ذلك هذا ما قاله السفير علاء يوسف حكماً في بيان مصر لا تعترف الجمهورية الصحراوية إنما لم تنسح من منطقة المسئولية الخاصة التي تطلع بها كدولة عربية وأفريقية حكماً هي لن تؤيد يعني بدون من نسمع هذا التصريح حكماً هي لا تؤيد لكن هي لديها أولاً حسابات الأفريقية وعندها مشكلتها مع أثيوبيا ومع صد نهضي مسألة مهمة جداً بالنسبة لأله وفي نفس الوقت هذا يكشف حقيقةً أن الموقف المصري ليس في الجيب السعودي لأنه قيل الكثير عن هذا الموقف خصوصاً عن أنه الدعم السعودي والقوض السعودي وضع التمايز في الأول الأخيرة خصوصاً موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سنستمع إليه بعد قليل ولكن أنت كنت تحدث صد عبدالباري عن دخول العرب على الخط الأفريقي وأيضاً استغلال أو محاولة الصراع العربي بين الدول العربية باستغلال بعض الدول الأفريقية كما حصل بين السعودية وأسيوبيا باستقبال الرئيس الأسيوبي فإلى أي مدى فعلاً الآن نحن أمام محورين وأفريقيا يعني جذب دول أفريقية سيكون هو أيضاً يدخل في هذا الصراع بين محورين عربيين يعني يا ستلانا كمان خلينا نشوف الجانب الآخر يعني إحنا لحظنا أنه سبع دول عربية انسحبت طب لكن هناك ست دول عربية أفريقية بقيت في المؤتمر يعني إحنا في ليبيا في تونس في الجزائر في موريتانيا في جيبوتي في سودان هذه الدول لم تنسحب من المؤتمر وهذا يكشف مدى الشرخ في الموقف العربي هذه نقطة نقطة الأخرى يعني الآن هناك تفضلتي تحدثتي عن المحاور نعم هناك الآن محور عربي جديد يتحرك هذا المحور يضم مصر يضم الجزائر يضم بدرجة الأولى أيضا سوريا يضم العراق يعني ودول أخرى يعني هذا المحور الآن يعني يبدو أنه يعني بدأ يتحرك بدأ يتبلور بدأ يسعى لتحقيق التوازن في اللي هو الخريطة العربية بمعنى أنه جامعة الدول العربية سيطرت عليها دول الخليج طوال السنوات العشر الماضية وتفردت دول الخليج بالقرار العربي بالمطلق هي التي وقفت أو أعطت تشريع استخدمت الجامعة العربية لتشريع التدخل الحلف النيتو في ليبيا هي التي أعطت التشريع للتدخل الأمم المتحدة ودول والمتحدة وغيرها في سوريا هي التي أعطت تشريع بطريقة أو بأخرى الآن للحرب في اليمن ونحن نرى إرهاصات هذه الحرب هذا كله في فترة العشر سنوات الماضية فهذا التفرد بالقرار العربي وبالجامعة العربية أدى إلى كل المصائب التي تحدث حاليا في المنطقة الفوضى أو يعني تقريبا مساعدة أو تكريس الفوضى الدموية التي تجري في المنطقة العربية هذه الفوضى الدموية وعمليات التفتيت والحروب لم تكن موجودة عندما كان هناك توازن في جامعة الدول العربية توازن في مؤسسة القدمة العربية لكن بعد أن اختل هذا التوازن وجرى تغيير أنظمة عربية تدمير العراق على وجه التحديد الذي هو تغيير النظام في ليبيا الذي هو الحرب الآن الدائرة الدموية في سوريا اختل هذا التوازن العربي وضعفت الجامعة العربية ولم تعد فاعلة كمنظمة إقليمية في المنطقة هذه المشكلة التي نواجهها حاليا أنا في تقديري هذا المحور الآن الذي يتبلور ويتبلور بين مصر والجزائر وسوريا والعراق مثلما قلت هذا المحور الآن في تقديري بدأ يعني يتخذ سياسات مستقلة عن المحور الآخر يعني شاهدنا في ليبيا مثلا الآن ليبيا لم تذهب إلى هذه القمة لأن ليبيا حريصة على الجزائر علاقات مع الجزائر مثلما هي حريصة أيضا على مصر يعني الآن حديث السيسي أنه يدعم الجيش البصري ولو طلعت ستلانا على وسائل التواصل الاجتماعي تجد هجمة كبيرة جدا على الرئيس السيسي لأنه قال أنه يدعم الجيش السوري أيضا نقطة الأخرى الآن أنا أعرف يعني وربما لو اطلعت على جريت رأي اليوم ستجد هذا الكلام الآن في استياء مصري كبير جدا من استقبال السعودية لرئيس وزراء إثيوبيا استقباله في الرياض على أعلى المستويات واستقباله من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وحضور ولي العهد محمد بن نايف وحضور أيضا ولي ولي العهد محمد بن سلمان واجتماع خاص بينهم للتنسيق الأمني والتنسيق العسكري هذا يثير حساسية لدام مصر هل هذا هو رد فعل على الموقف المصري الذي قال أنه يأيد الجيش السوري مثلا يعني الخارجية المصرية تقول نحن ندعم أيضا الجيش المصري نحن ندعم أيضا الجيش العراقي لكن هذا لا يعني أننا نرسل قوات إلى سوريا فيه أزمة كبيرة جدا الآن في المنطقة العربية فيه الآن عملية استقطاب وهذا الاستقطاب لمحورين أساسيين في المنطقة المحور الذي تقوده المملكة العربية السعودية وهو محور الملكيات على وجه التحديد والمحور الآن الذي يطل برأسه بشكل متسارع اللي هو المحور الجزائري المصري السوري العراقي وشاهدنا عندما قطعت السعودية المنحة 700 ألف طن من النفط لمصر عندما أوقفتها أستاذ عبدالباري ذهب الرئيس السيسي إلى من؟ ذهب إلى حفتر في ليبيا وذهب إلى الجزائر لمحاولة تعويض هذا النقص أستاذ عبدالباري النقص في النقص السعودي ببقى أنك نتحدث عن موقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سنذهب لنشاهد ماذا قال في حديث إلى التلفزيون البرتغالي وطبعا أكد فيه أن بلاده تدعم الجيش السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية من المفضل أن القوات الوطنية الجيوش الوطنية للدول هي التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه الأحوال حتى لا يكون هناك حساسيات من وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة الأولى لنا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب نفس الكلام في سوريا نفس الكلام في العرب استمرار الحال في هذه الدول هو بيئة خصبة جدا لنمو عوامل التطرف والإرهاب اللي حتهددنا كلنا وده أمر رجب يكون واضح للجميع لابد من تكاتف الجميع من أجل مواجهة الإرهاب والتطرف دكتور عطريسي هذا الكلام يوضح أو يؤكد أن الرئيس السيسي وبالتالي مصر حسمت الخيارات الاستراتيجية في المنطقة في الوقت أعتقد أول مرة لأول مرة يصدر موقف بهذا الوضوح من مصر تجاه الوضع في سوريا دائما كان كلام في تحليل وكان إشارات أن مصر لا تقف مع تقسيم سوريا لكن هذه أول مرة يصدر من الرئيس المصري كلام صريح وواضح لأن مصر تقف إلى جانب الجيش السوري في مواجهة الأرهابيين وهذه إحدى نقاط الخلاف مع السعودية أيضا كنا نتحدث قبل قليل عن الخلاف المصري السعودي هذه نقطة مركزية في الخلاف مصر تعتبر أن هناك خطر يهدد أمن القومي أيضا إذا حصل سقوط للنظام في سوريا إذا حصل تقسيم لسوريا مصر تعتبر أن هي تخوض معركة ضد الإرهاب مثل ما يفعل الجيش السوري الجيش المصري أيضا يخوض معركة ضد الإرهاب مصر طلر أمور بهذه الطريقة وهذه رؤية مشتركة لهذا السبب أعتقد أنه اليوم الرئيس المصري يعني يتقدم خطوة كبيرة إلى الأمام في إعلان هذا الموقف المتميز هذا ينزح على أيضا تقارب رغم الإعلان عن أنه ليس قريبا هذا الأمر تقارب مصر إيراني كما حكي وبالتالي أيضا دخول مصر فعلا في ما يسمى محور كامل لا أستعجل دخول مصر في محور آخر محور إيران روسيا أو ما شابه ذلك ربما يحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى بالنسبة إلى مصر لديها ربما حسابات أخرى مختلفة لكن هذا بكل تأكيد هو ابتعاد واضح بمسافة واضحة عن السياسة السعودية وعن القرار الاستراتيجي السعودي خصوصا تجاه سوريا هذا يعني يؤشر إلى أن مصر تستعيد دورة ورأية المتمايز المختلف والمتوقع والذي يلعب دور كبير في تغيير التحالفات وفي التأثير على التحالفات خصوصا بالنسبة إلى سوريا وما يستتبع ذلك يعني زيارة وزير خارجية إلى لبنان وزير خارجية المصري يعني هذا كله مؤشرات على أن مصر تستعيد الدور المطلوب أن تستعيد في مسألة دخول مصر في المحور ما رأيك أستاذ عبد الباري يعني بحسب المعطيات أو قراءتك يعني دخول أكبر لمصر في هذا المحور المدعوم روسيا وإيرانيا والذي يعني يعني يبدو أن التقارب الروسي المصري قد بدأ يعني منذ فترة منذ أن استلم الرئيس السيسي ولكن أيضا تقارب الإيراني لا أدري إذا كان لديك موقف حول أو يعني بعض المعلومات حول هذه النقطة وبالتالي عودة مصر كما قال الدكتور عطريسي إلى أي مدى ممكن فعلا أن تغير المعطيات يعني أنا في تقديري تسمعيني؟ نعم نعم تفضل ست لانا هل تسمعيني؟ نسمعك بوضوح بس في دليل ثلاثة ثواني بينك أنا في تقديري الآن نعم الآن الآن مصر فعلا تحاول استعادة دورها في البنطقة وأنا أعرف جيدا بأن العلاقات السعودية المصرية الآن في أسوأ أوقاتها والزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد لتطويق الأزمة بين المصر والسعودية لم تحقق الكثير من النتائج وفقط وهي وقف الحملات الإعلامية ضد السعودية في الإعلام المصري الحكومة المصرية تتفاوض حاليا مع إيران تتفاوض مع إيران من خلال العراق زيارة وزير النفط المصري إلى العراق كانت هناك بهدف التي هي التوصيل رسائل إلى إيران بطريقة أو بأخرى اللقطة الأخرى التي تتعلق بالشأن المصري على وجه التحديد أو علاقات المصرية أو محاولة الآن التي استعادت مصر لدورها نراها تقارب المتسارع مع سوريا هذه قصة أن يتحدث الرئيس السيسي عن تأييده للجيش المصري هذه ليست جديدة السفارة المصرية مفتوحة الطيران بينه الطيران السوري يحط في مطار القاهرة مضافا إلى ذلك أن السيد علي المملوك اللواء علي المملوك رئيس الاستخبارات السورية زار القاهرة وفي زيارة علنية ولقي استقبالا حارا فيها مصر أيضا الآن تحاول أن توصل رسائل بالنسبة إلى إيران بشكل أو بآخر بأنها تقترب من الإيران وهناك لقاء تم على هامش اجتماع الجمعية لآمن الأمم المتحدة بين محمد جواب ضريف وزير الخارجية الإيراني مع نظير المصري سامح شكري فمصر أيضا على صعيد الملف الروسي مصر تريد استعادة روسيا أيضا كحليف استراتيجي وجرت مناورات لأول مرة مناورات بين الجيش الروسي وبين الجيش المصري في شمال غرب مصر بين الطرفين وهناك تردت أحاديث بأن روسيا تريد فتح أو يعني إنشاء قاعدة عسكرية في الشمال الغربي المصري فأعتقد أن بصر الآن في حالة حراك وهذا الحراك حتى على صعيد الداخل تحاول أن تعزز هذا الحراك في الداخل مثلا إلغاء عقوبة الحكم الإعدام على اللي هو أحمد مرسي الرئيس المصري السابق أيضا عن اللي هو المرشد العام لحركة الإخوان المسلمين عن اللي هو أيضا مجموعة من قيادات الإخوان مثل بلتاجي ومثل رأفة الشاطر ومشابه ذلك فيه هناك محاولة لترتيب البيت الداخلي بطريقة أو بخرة حتى أن سيد إبراهيم مونير نائب المرشد العام للإخوان المسلمين تقدم بمادرة لتنفيس الاحتقان بين الحركة أو جماعة الإخوان وبين مصر أنا في تقديري هذا حراك مصري لم يكن مسبوقا في السنوات الأخيرة أيضا انتخاب ترامب انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية يصب في مصلحة التحرك المصري الجديد الرئيس السيسي التقى ترامب والتقى أيضا هيلاري كلينتون لكن قيل بأن الكيمستري أن التوافق بينه وبين ترامب كان ملحوظا لأن ترامب الآن يعني يريد محاربة الإرهاب وهو لا يميز بين إسلام معتدل وإسلام متطرف فأعتقد هذا لو نظرنا إلى هذه الحوصلة جميحة نجد أن مصر الآن تتحرك بطريقة ملموسة أولا في تقديري يعني الرئيس السيسي عندما يقول نحن ندعم الجيش السوري مثلما ندعم الجيش العراقي مثلما ندعم الجيش الليبي يعني نلاحظ بأن هذه الدول الثلاث أنه جيوشها يعني إما جرى تدميرها بالكامل أو أنها في حالة إنهاء نعم لأننا سنختم الملف بعد قليل سؤال الأخير لك دكتورات ريسي فيما يتعلق بالدور المصري بشكل عام الآن عندما نتحدث عن محاور أو قسمين عربيين يعني إذا صحت التوصيف يعني هناك قسم يعني تحكي إسرائيل وهناك بعض المعطيات يسعى إلى سلام معها بطريقة أو بأخرى ومصر في المقابل يعني هي موقعة للسلام مع إسرائيل كيف ستتعامل في الملف بالإسرائيل برأيك مصر يعني أنا لا أعتقد أنه هناك يعني جديد في ما يتعلق بيعني السلام الموقع بين مصر وإسرائيل لكن مصر تقدمت خطوة أيضا في مجال دعوة فتح وحماس للحوار والمصالحة استعادة للدور المصري السابق ومصر يجب أن تلعب هذا الدور وهي لا تستطيع أن تتجاهل فلسطين وغزة تحديدا هذا شيء وما تفعله بعض الدول الخليج شيء آخر من اعتراف مباشر وغير مباشر من تواصل مباشر علني مع السعودي مع إسرائيل لتوظيف هذا الأمر في استرضاء الجانب الأمريكي في اعتبار هذه أوراق قوة تمتلكها في مواجهة إيران هذا شيء آخر في الوقت الذي السلوك المصري مختلف هو ملزم باتفاقية موقع اتفاقية كامب ديفيد هو مع هذه الاتفاقية يحاول أن يعزز علاقاته مع أطراف مثل إيران مثل روسيا تختلف في الجوهر عن التطبيع مع إسرائيل يعني في فرق كبير في التحرك السياسي في المسار السياسي دول تتوجه نحو إسرائيل لتطبيع العلاقات مصر لديها علاقات لكن تذهب إلى علاقات مختلفة مع دول هذا طبعا سيغير في المشهد بالفترة المقبلة شكرا دكتور طلال عطريسي أستاذ ذهب الاجتماع في الجامعة الربانية خير في الشوال الإقليمي على انضمامك لنا أستاذ عبد باريس تبقى معنا في المحور الثاني لننتوقف مع فاصل قصير ونعود بعده للمتابعة أهلا بكم من جديدة المسائية شركة إسرائيلية تعرض على وكالات الاستخبارات العالمية المساعدة على سرقة معلومات الهواتف الذكية في ثوان شركة سال بريت الرائدة في مجال القرصنة المعلوماتية ترتبط بعقود مع أكثر من مائة وخمسة عشرة دولة وإعتقد أنها تعاونت مع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي لفك شفرة هاتف آيفون كان يملكها متشدد في ولاية كاليفورنيا انتبهوا إلى هواتفكم في هذا المبنى وخلف هذه الجدران يعمل مائتان وخمسون موظفا على تطوير برامج لاختراق الهواتف الذكية وسحب ما فيها من معلومات رسائل نصية تسجيلات صوتية صور تحديد المكان الذي التقطت فيه هذه الصور كلها معلومات لم تعد تعصى على شركة سالبريت الإسرائيلية ومقرها بيتا حتيكفا قربة الأبيب أعتقد أننا أتقلنا هذه اللعبة هناك العديد من الأجهزات التي نستطيع وحدنا في العالم فك شفرتها لا يوجد أي هاتف نقال في السوق لا يمكن اختراقه حتى أننا قد ننجح في استرجاع رسائل جرى محوها منذ سنوات ولكن مهلا لم تنجح الشركة بعد في اعتماد القرصنة الإلكترونية لأنها بحاجة لأن يكون الهاتف موصولا بأجهزة الشركة إذن على الرغب بكشف مضمون هاتف ما أن يحضر الجهاز إلى مقر الشركة حيث يجري تعطيل شفرة الدخول لاستخراج المعلومات الأجهزة العاملة بنظام IOS تتمتع بآليات أمنية قوية وتمثل تحديا من نسبة إلينا نحن قادرون على مواجهة هذا التحدي مع إطلاق مصنعي الهواتف نماذج جديدة وتحديث البرامج وإضافة أنظمة أمنية أكثر تعقيدا يسعى العاملون في مختبر الشركة إلى دراسة كل نموذج جديد واكتشاف نقاط الضعف والثغرات فيه الأمر الذي يثير المخاوف من عدم وجود نظام إلكتروني آمن بعد اليوم وينذر بإمكان تحويل النشاط التجاري لشركات المعلوماتية إلى تهديد أمني وانتهاك جسيم لحق الإنسان بالخصوصية ولا يستبعد نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي أن تكون لهذه الشركة علاقة بالأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية إذن نناقش هذا الملف حيث ينضم إلينا هنا في الستوديو الخبير والمحاضر في حق الاتصالات المدنية والعسكرية العميد المتقاعد دكتور محمد عطوي أهلا بك أضافة إلى أستاذ عبدالباري عطوان مستمر معنا منذ بداية النشرة من لندن دكتور عطوي سيل برايت شركة إسرائيلية حدثنا عنها ما هي هذه الشركة ما هي أهميتها في إسرائيل وهي على اتصال مع من صحيح هي على اتصال مع الـ FBI مع الأمريكيين أولا مساء الخير إليك ولضيفك الأخ الأستاذ عبدالباري عطوان ولمشاهدي قناة الميادين الشركات الإسرائيلية عادة تهتم بالوصول إلى ما يسمى بالمعلومات وهي تهدف إلى الحصول على المعلومات بأسهل الطرق الممكنة والهاتف اليوم الهاتف الخليوي الزكي وشبكة الانترنت هي أهم مصدر للحصول على المعلومات هذه الشركة هي تقع في قرية اسمها مدينكا تلكيحة قرب تل أبيب وعدد أشخاص الموظفين فيها يتجاوز الألف موظف تعتمد على جلب كافة الأجهزة الخليوية وتحلل الشفرة لأن كل شركة اليوم عندها جهاز خليوي مألف من شغلتين الشغلة الأولى هي المواد الهاردور والصوفتور والصوفتور هي نوعين نوع برامج تطبيقية تشغل الجهاز وبرامج خدماتية تقدم لمستخدم الهاتف لإستعمال مثلا الرسائل النصية أو المكالمات الصوتية أو الفيديو تايب أو الكاميرا كل هذه الأمور التي تتعلق بها ما يعني تأتي بأنواع كافة أنواع الأجهزة الهاتفية وبالأخص آيفون وبالأخص آيفون لأنه نظام الحماية فيها عالي لأنه نظام الحماية فيها عالي جدا ومتطور جدا وتعمل شركة آيفون على تطوير برامجها والأمان لهذه البرامج الآن الشركة أعلنت أنها خرقت آيفون كيف ذلك؟ خرقت ذلك لأنه استطاعت أن تفك الشفرة الموجودة في هذه الهاتف الذكية ووجدت برنامج خبيث كل برنامج خبيث يثمى فيروس وهذا البرنامج الخبيث ينزل على الجهاز ويحول ما يسمى بالسماعات إلى مايكروفون وبالتالي تحويل هذه مهمة السماعات الموجودة في شريحة داخل الآيفون تسمى ريل تاك تحويلها من سماعة إلى مايكروفون ما يعني هذه؟ معناية كل الأصوات التي حول مستخدم الهاتف الذكي يستطيع أن تلتقل مباشرة وبثواني دقيقة يعني الآن نتحدث إذا وضعنا التليفون هنا تستطيع أن تلتقل الصوت طبعا وكل ما يجري بدون أن يكون هناك اتصال بدون أن يكون هناك اتصال وكل ما يجري حولنا في هذه القاعة أدق التفاصيل هذا أمر خطير جدا طبعا هذا هو تعدي على الحقوق الشخصية للمواطن في أي بلد اللي كان وهذه الخصوصية للمواطن محمية من قبل قوانين دولية عالمية معترف بها أنه كل شيء خاص فيك أضف إلى ذلك كذلك أنه في عندك كل المعلومات الموجودة في هذا الخليوي هذا الهاتف الخليوي تنتقل تدريجيا وبلحظات لا تتجاوز الثواني إلى الشخص الذي يكون يرائب هذا التليفون دكتور عطوي لديك كثير من الأسئلة في الواقع ولكن سأذهب إلى أستاذ عبد الباري على من برأيك ستستخدمها إسرائيل هذه التكنولوجيا أولا على العرب يعني طبعا يعني متأكد أننا جميعا نشكل أهدافا للتجسس الإسرائيلي يعني إسرائيل باعت هذه الأجهزة لأكثر من 127 دولة مثلما تفضل الدكتور محمد عطوي يعني أكيد يعني نحن المستهدفون من قبل هذه لكن أنا أشك في قدرة مثلا اللي هي الآيفون والآيباد اللي أصدرت تحذير شركة أبل تنتجهم أصدرت تحذير بأنه جرى اختراق من قبل برنامج معين أنتجته شركة نسو الإسرائيلية وهذا البرنامج اسمه بيغاسوس يستطيع أن يخترق معلومات هذه الآيفون والآيباد أنا بس بدي أسأل الدكتور محمد عطوي يعني أنا لاحظت في بعض مقابلاتي مع مسؤولين عرب كبار وجدت أنه معهم يستخدموا التليفون النقية القديم جدا صحيح فأنا استغربت يعني هؤلاء يملكون المليارات يعني أو ربما تريليونات لماذا يستخدموا هذا التليفون فسألت قالوا لأن هذا التليفون يصعب اختراقه أمنيا فهل هذا الكلام صحيح مثلا هذا الكلام دقيق يعني لا يستخدموا السمارتفون هذا الكلام دقيق جدا لأن الهواتف القديمة ليس فيها برامج ذكية وليس فيها الخدمات التي نستخدمها اليوم وبالتالي إذا منرجع للتليفون النوكيا الأديم لا يمكن خرقه لأن البرامج التي تستخدم على هذا الهاتف هي قديمة وغير مؤهلة لأن نستفيد منها في المراقبة لذلك دكتور كل الأجهزة الذكية تجعلنا حمقة صحيح لأننا نخترق بسهولة فقط دكتور في هذه النقطة لو سمحت يعني هذه التكنولوجيا تستطيع إسرائيل أن تنتجها بشكل بمجهود شخصي يعني بمجهود من يعني على بقرة تكنولوجيا أم بمجهود استخباري أيضا طبعا هذه الشركات هدفها شيئا أول شيء بالدرجة الأولى المراقبة والتنصت وبالإذن من الأستاذ الأخ عبد الباري عطوان هي لمراقبة المقاومة إن كان في لبنان أو في فلسطين هذا بالدرجة الأولى في منطقتنا نحن أما هذه الأجهزة تعطى عادة إلى الحكومات والحكومات والأنظمة وخاصة الأنظمة العربية وهنا أكد لي الأخ عبد الباري عطوان أن هذا المسؤول الخليجي أو العربي الكبير بيحمل هذه التليفون القديم يعلم أنه مخترق يعلم أنه مخترق لأن حكومة أكيد هي مشترية هكذا أنظمة وللأسف الشديد الأنظمة العربية تستخدم هذه الأنظمة ليس للاستفادة منها بل هي للتجسس على بعضنا البعض وتستعمل للتجسس على الأفراد والأشياء الخاصة جدا المتعلقة بالمواطن العربي إجميلا يعني هي تمتلك هذه التكنولوجيات فقط هي تشتريها وتدفع ثمنها وبالتالي هي أيضا مراقبة تستخدم من قبل الحكومات والأنظمة العربية وهي مراقبة أيضا من قبل إسرائيل بدليل مثلا أن هناك أجهزة كثيرة مثلا في لبنان استعملت في شبكة الباروق واستعملت أيضا في الأنترنت الغير شرعي وهي معدات إسرائيلية وهذا أصبح واضح داخل هذه الأنظمة الأجهزة هي مرتبطة أيضا بشبكات الأنترنت التي كانت تحمل كافة المعلومات ونقلها إلى غرفة العملية الإسرائيلية التابعة للوحدات التقنية ومنها الوحدة 8200 الإلكترونية الإسرائيلية لتحليل المعلومات والاستفادة منها واستخدامها في الدرر الكبير إن كان على المواطني العرب أو على المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية اسمحي لي بس دكتور فقط تعقيبا على هذه النقطة أن المقاومة في لبنان أو حتى المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تخلق مخارج لكي لا تقع في هذا الفخ الإسرائيلي وما حصل في السابع من آيار في لبنان هو أكبر دليل على مشكلة الاتصالات المقاومة في لبنان هي المنظمة أو المقاومة التي استفادت مما يسمى بالحرب الإلكترونية هذا التنصت الذي نحن نسميه التنصت هو جزء بسيط مما يسمى بالحرب الإلكترونية وللأسف الشديد الدول العربية والأنظمة العربية هي في خبر كان لا تعرف استخدام هذه الوسائل في الحرب الإلكترونية أستاذ عبدالباري تعليقا على هذه النقطة يعني لماذا العرب لن نريد أن نحن من أول النشرة نتحدث عن عدم وجود عرب لن نريد أن نندب كثيرا كما يقال بالعامية ولكن لماذا هل هناك من سبب يمنع العرب بأن يحافظوا على أمنهم القوم أقله الله يا سيدتي مرة أخرى أقول أين هم العرب يعني في تقديري يعني لا يوجد عرب ولا توجد عندنا إحنا إسرائيل عندها السيليكون فالي هذا في منطقة هيرسيليا وتفضل الدكتور يتحدث عليها وعندهم حوالي يعني 27 شركة متخصصة في إنتاج البرامج التجسس ونحن نغطه في نوم عميق إحنا شاطرين في الخلافات وتدمير دولنا وتدمير شعوبنا هذا اللي شاطرين فيه أما إحنا إسرائيل لم تعد في الحسبان لم تعد عدوة للكثير من العرب للأسف يعني إحنا صارت الآن في أولويات للعداوة العربية العربية وإسرائيل يعني نزلت إلى قاعد سلب سلب الأولويات لكن أنا اللي بدأ نقطة بس يعني استكمالا للكلام يتفضل فيه الدكتور يعني مثلا أنا أعرف جيدا أنه معظم قادة تنظيم القاعدة يعني جرى اعتقالهم أو اغتيالهم بعد استخدام الهواتف الذكية أو حتى غير الذكية يعني مثلا ربزي بن الشيبة مثلا خالد شيخ محمد حتى أبو مصحب السوري معظم هؤلاء جرى اعتقالهم لأنهم استخدموا التليفون ولذلك أنا لاحظت مثلا عندما أعملت مقابلتي الشهيرة مع الشيخ حسامة بن لادن الذي هو زعيم تنظيم القاعدة لم يستخدم مطلقا ولم يسمح باستخدام الهواتف الذكية أو الغبية على الإطلاق ولم يستخدم الكمبيوتر ولم يستخدم أي شيء ممكن أن يتم التقاطه لأنه ربما كان هناك من ينصحه بأن هذه جميع هذه الأجهزة مخترقة لكن للأسف طبعا المقاومة هي المستهدفة حتى محمد عياش الذي هو الزعيم المقاوم الجناح يعني الشهداء الأقصى أغتيل من خلال الذي هو استخدام هاتف نقال يعني لم يكن يعرف الكثير من المقاومين خاصة في القطاع الغربية يعني تمت عمليات تصفيتهم لأنهم لم يكنوا يعرفوا بأن هذه الجوالات أو هذه الهواتف هي مخترقة وهي مرصودة وتحدد مكان صاحب أستاذ عبد باري عفوا أستاذ دكتور يعني لكي نختم الحوار لأن انتهى الوقت لديك تعليق على مسألة الاختيالات يعني بالنسبة يعني المقاومة كان في فلسطين أو في لبنان طريقة الخروج من هذا التكنولوجي يعني التذاكي على التكنولوجيا خصوصا تمتلكها إسرائيل وبالتالي نحن المواطنين العاديني كيف نحمي نفسنا حماية لا يوجد هناك حماية على الإطلاق في موضوع الهاتف لماذا؟ لأن كل شيء يطلع بالجو هو مراقب ولا تستطيع لا أنت ولا أكبر قوة دولية عالمية أن تمنع هذا الشيء أن يحصل ولكن مثل ما تفضل الأخ عبد الباري عطوان أنه لتجنب أي إشكال يجب على المقاوم عدم استعمال الهاتف لأن أغلبية المقاومين الشهداء اللي يستشهدوا إن كان في فلسطين أو في لبنان كانت أحدى أخطاء استعماله للهواتف لأنه كان من خلال الهاتف يقدروا حددوا مراكزهم وين موجودين أضف إلى ذلك أنه استخدام التليفون ليس بالضرورة بالنسبة للمقاومين وإذا اضطر الأمر استخدامه لمرة أو مرتين وانتقال إلى تليفون آخر وهذا ما يفعله عادة المقاومين في فلسطين المحتلة وبالأخص في فلسطين المحتلة استعماله للهاتف هو معدوم وإذا اضطروا استعماله للهاتف يستعملوا لمرة وينتقلوا لتالي حتى ما نحددهم مراكزهم وين موجودين وحتى لأنه تنصت على مكالمتهم ونأخذ منهم المعلومات اللازمة شبكات الهاتف الأرضي تخرج من هذه المعلومات طبعا كل شيء يمر في شبكات الاتصالات وخاصة ما يصدر على شبكة الإنترنات هو مراقب 100% من قبل العدو الإسرائيلي وخاصة فيما يتعلق بأمور المقاومة ضد إسرائيل المقاومة من لبنان أو من ترسلين شكرا جزيلا لك دكتور محمد عطوي الخبير ومحادث في حق الاتصالات المدنية والعسكرية وأيضا أشكرك أستاذ عبدالباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية على اندمامك لنا في هذه المسائية من لندن شكرا لكم والآن نعيد تسكير بعناوين ملفي المسائية قمة جينيا تعمق الانقسامات العربية وتفرز محاورة جديدة بين الأشقاء هل ينقسم العرب إلى تكتولات إقليمية؟ السيسي يؤكد دعم بلاده الجويش الوطنية في سوريا والعراق وليبيا ضد الإرهاب؟ هل يسهم هذا الموقف في معالجات أزمة المنطقة؟ الهواتف الذكية في قبضة الخرق الإسرائيلي ماذا عن أمن الدول العربية ومجتمعاتها؟ للمزيد من الأخبار والتقانون يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت بلغتين العربية والإسبانية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة